خلينا بقى ننتقل للأهلي وخسارة النادي الأهلي في المباراة النهائية واللي حصل بقى توابع هذه الأمور وفي النهاية تم فسخ التعاقد ما بين النادي الأهلي ومسلماني في الإنبارح أو الإنبارح ايه رأيك في المشهد ده كله؟ بص هو طبعا النادي الأهلي لما في وقت قليل جدا كان عايز مدير فني كن فاهم يعني ايه نادي أهلي وعارف يعني ايه نادي أهلي وجمهور النادي الأهلي فلما جي بص وكان متاح كان مستر المسلماني معه جهاز فني الرجل كان في سندونز واخد بطولات وعارف قيمة النادي الأهلي وعارف جمهور النادي الأهلي فبالتالي في وقت قليل جه مع النادي الأهلي النادي الأهلي ضفله كتير جدا جدا وساعده كل الامكانيات كانت متاحة لمستر المسلماني سواء من كابتxture الخطيب في مجلس الإدارة الجمهور كان فيه مساندة غير طبعية للراجل والرجل بردو أجتهد وعمل عليه وخد بطولات مع النادي الأهلي فترة الأخيرة مع الضغوطات أعتقد أنه هو تركيزه ابتدى واحدة واحدة يبقى بره النادي الأهلي عايز يأخذ خطوة جديدة عايز يعمل تحدي تاني عليه ضغوطات كبيرة عنده عروض كتير كل ده ضغوطات ابتدى يعمل حاجة خارج سيستم النادي الأهلي اللي هي أنت النهاردة التصرحات بتاعته كانت غريبة جدا عدم حضور للنادي كان فيه حاجات يعني مش متعودين عليها في نادي الأهلي أنك أنت تخرج بره النطاق فهو كان الفترة الأخيرة أعتقد أنه هو كان بيفكر في حاجة تانية عايز يأخذ تجربة تانية لكن النادي الأهلي دوره أن أنت النهاردة فيه اجتماع النادي الأهلي طبعا متعامل مع الموضوع باحترافية جدا كالعادة قعد معاه وكلم معاه وشاف الطرفين هيمشوا الأمور عاملة إزاي وخلص وخد القرار ونادي الأهلي شكر الرجل وإحنا بنشكر الرجل أنه برضو عمل اللي عليه الفترة عشرين شهر طبعا من النجاحات المجتمرة الحقيقة مع النادي الأهلي سواء اتنين أفريقيا اتنين كس عالم تالت عالم أعتقد نجاحات تنين سوبر نجاحات كبيرة جدا وصل فاينال ثالث واحد فأنا شايف أن كان ممكن خطوة لابد منها أنه يشوف طموح تاني أو يشوف نفسه في مكان تاني لكن أنا شايف أنه كان لازم يتمسك بالنادي الأهلي قوي أنه مضى مع النادي الأهلي وقعد مع النادي الأهلي ومضى عقد داخل النادي الأهلي فأنت هتروح فين تاني في مكان في منظومة مناسبة ومنظومة كويسة وجمهور كبير وعظيم برا النادي الأهلي وعايز أقول لك كل المدربين يا كابتن الإسلام واللعيبة اللي مش برا النادي الأهلي كله عاوز يرجع وكله يتمنى يرجع النهار ده شومة الصلاحات المستر مانو الجزئي أتمنى يرجع تاني فأي حد برا يكون موجود داخل النادي الأهلي شكروا ده طبيعي بتاع النادي الأهلي إنك أنت عملت اللي عليك خلاص يعني ربنا وفاقك